أنا على الأقل ساهمت في مجلس التطوير الاقتصادي فيه رؤية يعني برنامج تنفيذي متكامل فيه جي 550 صفحة فيه أمني اجتماعي اقتصادي اجتماعي أمني سياسة خارجية متكامل لخدمة رؤية محددة تقدر تلخصها بأن في الجانب السياسي بأن الحياد في القضايا الإقليم أنا تتحول ليبيا إلى دولة محايدة في قضايا الإقليم إلا بالقدر الذي يضرها يعني ويمسها مباشرة فهذا كان ليه كيف تتعامل معه لكن هي لا تدخل في اصطفافات مع هذا ضد هذا وهذا ضد هذا لأن هذا الإقليم مضطرب يصعب استقراره حتى بعد 100 سنة لأنه لما تشوف خصائص هذا الإقليم وإحنا لما نحكو على الإقليم نحكو على الإقليم لا تتحرك منه الهغرة عبر ليبيا وتود أن تهاجر إلى شمال المتوسط هذا يبدأ من الصومال في شرف أفريقيا إلى المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا في نيجيريا والسينيغال وينزل إلى وسط أفريقيا إلى الكونغو فهذا الإقليم اليوم اليوم وإحنا نتكلمه فيه أكثر من 930 مليون نسمة وفيه أفقر دول في العالم وفيه أكثر دول أمية في العالم وفيه منظمات متطرفة مصنفة أنها منظمات إرهابية عالميا ومستوطنة في هذا الإقليم في اللي لها أكثر من 30 سنة وتتحرك في صحراء مفتوحة وبالتالي هذا الإقليم ولما تشوف تكويناتها القبلية وتكويناتها الاجتماعية وتشوف الخرائط السياسية يعني ليش الدولة الأمة غايبة في هذه القارة الأفريقية لأن الحدود رسمت على الورق وبالتالي هي لم تراعي الامتدادات الاجتماعية والقبلية وبحيث تنشئ الدولة الأمة اللي هي الدولة الحديثة المعروفة في أوروبا إذن فهي في حالة اضطراب يعني السودان على سبيل المثال فيها أكثر من 600 قبيلة وعرق وجنس ولغة ومية وخمسين لغة والله أكثر يعني فيها تركيبات هذه الدولة بس من هذه الدول فما بالك لما تاخد دول الساحة الأفريقي وتشوف الشكل التركيبات الاجتماعية